لما نحن والصوفية الصوفية ده اللي يخلوا شيوخهم ده الكلهم يخلوا البرعي ويخلوا الكباشي والصايم ديمة وصابقياه والسريع بالحيل وتورعفينة كلنا ننادي الله سبحانه وتعالى لأنه الله قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم والصوفية ده اللي بنادوا الشيوخ البرعي بيقول في كتاب ليك سلام مني ده كتاب البرعي طبعا في ناس حساسين شوية بيقول لك يا أخي البرعي ده ما كان تجي باسمه هو كتب اسمه ما خد لان الناس ده اللي بيكتبوا يسمهم ده اللي بيقالف كتاب زي ده بيكتب اسمه تقول لي ما أجي باسمه ما أنا لجبت اسمه هو جاب اسمه هو كتب اسمه انت فاهم الكلام ده ده الشيخ ذاته كتب اسمه البرعي قال في الكتاب ده كويس قال إنا بخطب في البلاد نزيله قل يا ولي الله إسماعيل إسماعيل الولي ده مدفون في اللبيط هناك في قبة قال لو إزنك تخالص تقول يا إسماعيل تلحقني وتفزعني ده يتلموا معه كيف سيدا شوف لو ما خلت اسمه يا برعي ويا صوفية ولو ما خلت الكباشي والصايم ديمة وتورعفينة وغيرهم من الدجالين ما ابني تلمى أبداً كن مفرقة كده بس أصوى ابني تلمى لأن الله قال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سوائم بيننا وبينكم ألا نعبود إلا الله يا أخي إذا كان الشيخ الصوفي بسجدوا له عديل مع الله سبحانه وتعالى بسجدوا له داكوا الدميرين الطافش في الجزيرة هناك يبشر في الحوالية وفي دين فيه حوالية يبشر جا واحد من هناك سجد له سجود عديل كويس وهلس يبشر أبشر مبسوط خالص كويس وده طاغوت ده طاغوت أول ما يعبدوه هو راضي ده طاغوت لأن ابن عباس قال الطواغيت كثر الطواغيت كثر ورؤوسهم خمس قال إبليس عليه العناط الله ده طاغوت أول أو أكبر طاغوت إبليس اثنان من عبد من دون الله وهو راض وده شغل الصوفياسي الشيخ الواحد بيجي من هناك يقلع طاقته ويقلع نعلاته ويجيبروك للشيخ تهيد وفي جماعة بيسجده ويبوس كرة على الشيخ ويبوس دفر الشيخ الصغير هناك يبوسه يا زول ده دي أس يعبدو ربكم وبقول لك بعد ده نحنا قرينا القرآن ده قرآن يا صوفيا الكوز مرات بيجيك ما ما فاهم حاجة الكوز ده جاهل مش الكزان ديل أجهل ناسنا لأقواني في الدنيا دي يا هود جماعة ديل كويس ومعلقين عن معلقين الصور حسن البنة وفريقكم من الصوفيا شنو طيبتو ما نفس شغلة الصوفيا لما انتخش المولد بتلقاوا معلق صورة طبو الشيخ الكبير مش أشاك كده ديل ديل رؤوسهم وديل اتدقوا فيه مقلب معلقينهم لك كده نحنا ما عندنا اي صورة بنعلقه هنا التصوير حرام ذاته من غير ضرورة إلا لي ضرورة كلمك النصيحة وده ضرورة أسي حرام ما فيه تصوير إلا لي ضرورة كويس أشان كده بيجي الكويس بيقول لك ديل دخلوا القرآن دخلوا الإسلام وحفظوا القرآن وعملوا يقول لك عملوا خلاوة كده يت يا طالب اتقريت واتعلمت ولغاية ما وصلت الجامعة دي يا جماعة القرآن ده ربنا قال فيه في صورة الجن وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله مش الله قال ما تنادو زل اه ايجوا الليلة الجماعة نصى البرعي يقول لك في الليلة الهادي بنادي السيادي جملة وفرادي ده قرآن كلام البرعي ده بوافق القرآن اه ما ما ممكن تتقول لي حفظ القرآن وتجي تقول تنادو الشيخ ده يا قرآن لو زل حفظ القرآن وجسب النبي عليه الصلاة والسلام زي ما بيعملوا الشعبيين اولاد الترابي لو جا عمل كده نقول لي حفظوا القرآن وزل زل كويس وسب النبي ربنا قال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة زل حفظ القرآن وسب النبي الكلام ده بيجي مع بعض اللي اتنين يا جماعة بيجوا ما بيجوا ابقى الصوفية قروا القرآن صح ما اختلفنا معاك لكن اشركوا بها الله لأنه ده ها محيد دين عبد القادر الجيلاني لهو ده كتابهم لما نتكلم نحن نتكلم بها كتب وبينذكر اسماء الناس دين من خلال الكتب بتاعتهم ده كتاب اه محمد سعيد القادري بتاع الطريقة القادرية عشان تعرف انت البلد دي راجع ورا ليه راجع لأنه فيها زي القادري ده فيها طريقة قادرية عشان كده احنا ماشيين ورا كويس ده هنا في الطريقة القادرية بيتكلم قال لها صفحة صفحة اربعة وستين ده ده كفر بيتكلم ورا لكلام حافظه قال 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 أنا كنت معنوح قال أنا كنت معنوح أنا كنت معنوح أشاهد في الوراء قال قال كان معنوح بحارا وطوفانا على كف قدرتي قال كان معنوح سوا وهو قاعد اسيد خيل الله في الكتاب ده وقال كنت معنوح ها اتلاقا قضي بكتر من ده ده والله يحير الكذابين ذاته ده أنا ما عارف بعد ده زول بيبقى قادر كيف أنا ما عارف بيبقى صوفي كيف أنا ما أفاهم وأنا ما أفهم زل بعد الكلام ده إدافع عن الصوفية دي الكيف زي الكيزان وغيرهم من المجرمين يا أخي ده قال أنا كنت مع نوح أشاهد في الوراء بحارا وطوفانا على كف قدرتي أنا كنت مع إبراهيم قال برضو كنت مع إبراهيم والفريق بأن نوح إبراهيم كم كم سنة قال برضو كنت مع إبراهيم ملقا بناره قال جو النار كنت قاعد مع إبراهيم قال وما برد الناران إلا بتفلتي قال النار بس عملت له كده طفية طفية والله النار بتاعت ستة الشاي دي ما بتطفية إنت بالطريقة دي أتحدى أي يصوفي تعال بجيب لك بس من قد بتاعت ستة الشاي هنا تعال طفية وطفية تعال جماعة ده ما أقول يكون دين قال أنا كنت مع راعي الذبيح فداءه راعي الذبيح من ويا طلبه إسماعيل قال وما نزل الكبشان إلا بفتوتي الله استفتاه قال له إبراهيم ده ده رضح ولده إسماعيل نعمل له شنو قال نزل له هنا خروف نزل له خروف عشان عشان قبل ما يضح وله ده يضح الخروف أحسن له الخروف وما نزل الكبشان إلا بفتوتي بعد ده يجي كوز مرضان يقول لك الناس ديل دخلوا الإسلام في السودان وديل قروا قرآن ما عندهم علاقة بالقرآن صوفية ديل أبدا ما عندهم علاقة بالقرآن مشا كدام قال أنا كنت مع عيسى وفي المهد ناطقا قال وأعطيت دهودا حلاوة نغمتي أنا الذاكر المذكور ذكرا لذاكري أنا الشاكر المشكور في كل نعمتي أنا السامع المسموع في كل مضمر أنا الواحد الفرض الكبير بذاته أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة ديل ديل القادرية فيمتا؟ ديل معقولة يكون عندهم علاقة بالإسلام ولا عندهم علاقة بالدين وهدي الكتب شاهدة على كلام دي فيمتا كلامي؟ وأما الصوفي ده الكوز ده الكوز برضو صوفي موش الحركة الإسلامية الطالبية ولا غيرها ديل صوفية لأنه شيخهم نحنا بنجيب لك نحنا بنجيب الكتاب بتاع شيخك يا كوز نحنا بنجيب كلام سيدك سيدك حسن البن عنده كتاب كتبوا بيده زي ما الصوفية ديل كتبوا كويس؟ قال حسن البنة قال وكت حصافية الطريقة كان تابع للطريقة الحصافية اللي هي تابع للطريقة الشازلية فيمتا؟ فقال وكت برقص قال قال كنت برقص في الحولية بتاعاتهم والنطيط طبعا أنت عارف الصوفية بقوله شنو؟ نسأل هجو هجو ونليف زيارة تهو والقمر تعجعجو يا رسول الله شو حسن البنة كان مع الجماعة ديل فيمتا؟ وطبعا بعد ما يجيب الحاجات دي بيجي واقع أنا ما عارف حسن البنة جاء وقع ولا ما وقع بيكون وقع غيره بيكون أخذ دقة الدلجة ها؟ دا دين دا دين الصوفية دا دين حسن البنة شكدا الأخوان المسلمين والكيزان بدافع عن الصوفية ليه؟ لأنه شيخهم صوفي الشيخ بتاعهم صوفي فيمتا كلامي؟ حسن البنة صوفي حصافي وكان كتير ما يمدح الصوفية في كتابه الرسائل منه الكلام دا في الرسائل قال أنا كنت صوفي وكنت بنطط في الحوالية أنا أصحرتين سرتين معه الفجل معه البنبي دخل بالكاف فتح بالكي اسمو الحمسي تحت البنبي صلي عليه صلي على شنو؟ صلي على ملائكة الخضار يا سولة دا 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 بنبي دا ما النبي ربنا قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أخما على البنبي فيمتا؟ يجي بعد دا المجرمين ديل الكيزان يقول لك واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا بحبل الله بالقرآن فيم تكلامي؟ اعتصم بالقرآن لأنه أهل البيد عديل زي الصوفية وغيره ما عندهم علاقة بالقرآن أبدا ما عندهم علاقة بالقرآن يغل برعي برعي ده هنا أي يزول ما بيرضى فيه أغلب الناس بيرضى في البرعي البرعي قال قال أستاذك يا فقير كون عنده ذليل حقير ليه أخدم كالصغير لا تميل أبدا لغير في كربك عنده ده لما أنتكون صوفي طبعا كون طابع للتجانية ولا السمانية ولا كده لما تزنك خالص بتنادي شيخك في كربك عنده بتغيثك جنده لا تضحك عنده ضحك ساي ما تضحك قالك قدام الشيخ لو حقه نقطة تكتمة لمشي تضحك بره هناك يا هناص لما أقول أن يكون دين يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيضحك مع أصحابه صلى الله عليه وسلم في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في واحد من الصحابة اسمه حمار كويس؟ اسمه فكان بيسكر كان بيشرب الخمر وبيجي يضحك النبي عليه الصلاة والسلام وبيغيمه علىه الحد طبعا لمن يسكر بيغيمه علىه الحد لكن كان بيضحك النبي عليه الصلاة والسلام فيدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي له بعنب وبفواكه وغيرها ويقدمها لرسول الله سلم يكون وقف سيد العنب بره ويجيب منه العنب ده ويديه للرسول يقول يا دي هدية هاك دي هدية أنه بعد ما ياخد العنب يمشي نادي الزول سيد العنب يقول له شايف يا رسول الله ده سيد العنب يدي قروشه يا حمار التماقوت ويضحك النبي صلى الله عليه وسلم دي حاجات النبي كان يضحك البرعي قال لك شيخك ما تضحك عنده لا تضحك عنده في كربك عنده وبتغيثك جنده وده شيرك بأي الله أول ما تنادي الشيخ أنت بتكون طلعت بر الدين لو عندك حبوبتك ولا غيره بنادي الشيخ ورية إنه ده كفر في النهاية لما تقول كب يا الكباشي أنت بتكون طلعت بهناك طلعت بر الدين لأنه الله قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون الكافرون دي هذا البنادي وغير الله البنادي بقول كب يا الكباشي يا المكاشفي يا تور عفينة يا غيره يكون طلع بر الدين الإسلامي عشان كده ربنا قالوا واعتصموا بحبل الله بالقرآن وطبعاً الأخوان المسلمين دارين من الناس دي كلها يتلمع شيعي يجي خاشي نصراني كافر بعبد العيسى برضو بدخلوه لأنه من مؤسسي الحركة الإسلامية كيزان من مؤسسينا واحد نصران اسمه فيليو ثاوث فرج ده 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 كاهن كنيسة الشهيدين ده مؤسس من مؤسسينا حركة الإسلامية نصراني كافر مرة واحدة برضو قاعد معهم جوه ده أسس الحركة الإسلامية وانتو سميتوها إسلامية ليه يا كيزان ده ما كافر قاعد جوه أسسها ده إسلامية أسي وعلاقة بالإسلام شنو كويس لكن شعارات مليون شهيد فدى التوحيد وينو التوحيد يا كوز وينو التوحيد اتبنات جباب يا أخ اتبت ساعد الصوفية في الشرك والكفر بتاعهم تقول لي مليون شهيد فدى التوحيد وينو التوحيد فيهمتك الأمي اتبت صدوا على التوحيد الليلة في واحد في التلفزيون بيجيبوه اسمه محمد المنتصر الإزاري ده في التلفزيون بيقول لك الشيخ بيخلق مع الله بيخلق عديل مع ربنا سبحانه وتعالى يجيبوه الكيزان يرفعوه تقول لي توحيد وينو التوحيد شريعة شريعة ولا نموت الإسلام قبل الغود كالضب ما عندك علاقة مع الشريعة وينو الشريعة شوف لو في شريعة في البلد دي الصوفية ده اللي يجيبوه هو الناس تجيبوه في إمتى وتطبق فيه الحج زي ما عملوا في النمر النمر هناك في السعودية هناك فيه في شريعة فيهمتا كلامي تقول لي شريعة ما عندك علاقة أصلا مع تطبيق الشريعة تطبيق الشريعة يبدأ بالتوحيد أول حاجة يبدأ بالتوحيد الناس توحد ربنا سبحانه وتعالى تعرف إنه الله واحد ويتبع النبي عليه الصلاة والسلام مش تتبع البرعي ولا الكباشي ولا الصايم دي ما زي ما بيعملوا الصوفية واعتصموا بحبل الله جميعا أي بالتوحيد ولا تفرقوا وإحنا بندعو لاجتماع الكلمة طبعا بيجي مرات ناس ما عارفين يقول لك يا أخي ده بيتفرقوا الناس ما بنفرق الناس كده بنجمع الناس لأنه يا جماعة الناس اجتمعوا اجتمعوا على شنو اجتمعوا على التوحيد نجتمع كلنا إنه النادي الله براو نجتمع كلنا إنه ما في جبة تتبني نجتمع كلنا إنه ما في شيخ إيقعد والناس تجي تبروك لا تحيد كويس اجتمعوا على التوحيد مش نجتمع على إنه ده صوفي وده نصراني وده شيعي بجخاشي وغيره ده ما اجتماع ده اجتماع بتعقيزان في حمتك كلامي لكن الاجتماع بتعربنا والاحتصام يكون بالتوحيد بالعقيدة الصحيحة إنه الناس ما يعبدوا إلا ربنا سبحانه وتعالى ما تنادي إلا الله وما تحتقد إلا في ربنا سبحانه وتعالى هذا هو الاجتماع الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ألا يجتمع الناس إلا على التوحيد فيمتك كلامي لقين الصوفي زيدة صوفي يقول لك يا أخي الشيخ الشيخ كان مع نوح وكت مع إبراهيم وكت مع عيسى وانا نزلت الكبش أفتيت الله إنه ينزل الكبش لإسماعيل ده ما أقول أنا اجتمع مع زول زيدة والكتب دي المشكلة الكتب دي ما الكتب دي ماذا سنة الكتب دي نشرنا في الأسواق منشورة تخش السوق تقول ده الكتب الفيوضات تلقى موجودة هو الكتاب ده فيمتك الشيخ بيقول لك أنا الله عديل أنا الله كويس وبعد دي يجو جماعة الأخوان المسلمين يمدحوا هؤلاء المجرمين كويس وما بيقى الحكاية ما بيقعد على جماعة الأخوان المسلمين بس لا لا حتى أنصار السنة بيقوا يمدحوا الصوفية جماعة أنصار السنة المحمدية بيقوا يمدحوا الصوفية لأنه جاء جداقس ومنوس ونعيل عثمان الماحي بتاع الجماعة قال قال سألانا التصوف قال والتصوف موجود في الإسلام في القرآن التصوف قال موجود في القرآن ده أنصار السنة جناح المركز العام كويس وجماعة أنصار السنة جناح الإصلاح ده الجناح التاني بتاع أنصار السنة دي اللي برضو قالوا زي ما قال جابولان مطوية وزعوا هنا في الجامعة دي قالوا إلى مشايخنا الصوفية الأفاضل والله يبقون شيخ أخي انت هنا شيخ الصوفية ما شيخنا في انت فده اللي بيقوا صوفية كلهم أنصار السنة بيجاء جناح المركز العام وجناح الإصلاح والجمعية كلهم في النهاية برضو يمدحوا الصوفية شاكده الاجتماع لو ده نتلمن إحنا الآن ونلمن الناس دي كلها نتلمن كلنا إنه نعبد الله براه ونتبع النبي عليه الصلاة والسلام ما نتبع حسن البنة ولا نتبع الصوفية من الطرق الصوفية وغيرهم إنما نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام إذا علم ذلك أنا أعتبر أنه ما ذكر يكفي وقد نفتح فرصة نفتح فرصة الحوار والنقاش فرصة مفتوحة الحوار والنقاش والمداخلات والأسئلة والاستفسارات إذا بنعرف بنوريك لو بنعرف نقول لك الله أعلم فرصة مفتوحة فرصة مفتوحة الحوار والنقاش والمداخلات والاستفسارات ما في سؤال ما في كوز قاعد داري دافع عن الصوفية ديل أي فضل طيب بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ما دار دافع عن الصوفية أنا الشيخ ما بدأ دار دافع عن الصوفية ولا دار دافع عن أي طايفة ولا منتظم لأي طايفة بس أنا بسأل عن الشيخ سيدغوت بأخونا ذا قبل شو يتكلم فيه وأنا زر الله بقرأ لكتبه يعني الحيثة بيقول لي إنه زر الله صعى لباطل طيب الأخ سأل قال بيسأل عن سيدغوتب وإنه بيقراليه ودار يعرف أخطاعه سيدغوتب طبعا بتلقى صورته هناك مع الصورة القاعدة هناك دي داشيخ الكيزان كويس وسيدغوتب عنده كتب ألفة عنده كتب كتب كويس من هذه الكتب يا أخونا الفاضل ونحنا الزول دايما ألبي سأل سؤال محترم من جاوب عليه باحترام يعني ونسأل الله نوفقا لذلك سيدغوتب عنده كتاب اسمه اللي هو اسمه في ظلال القرآن وعنده كتاب اسمه التصوير الفني في القرآن وعنده كتاب اسمه العدالة الاجتماعية في الإسلام في التصوير الفني ده بيقول ولنأخذ موسى إنه نموزج للزعيم العصبي المندفع المزاج تكلم عن موسى عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة ولا بيقول عليه الصلاة والسلام ذاته قال الزعيم وعصبي ومندفع المزاج وربنا قال في القرآن في سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجهه الله قال ما تآزوا ده جا سيد غوطب قال عصبي وزعيم مندفع المزاج في إمتى وهذا شأن العصبيين قال وهذه سمة العصبيين ده سيد غوطب كويس عنده كتاب تاني اسمه العدالة الاجتماعية في الإسلام بيعتبر إنه الناس الموجودين الآن في الأرض كلهم كفار قال كلهم كويس قال المجتمع الجاهلي هو المجتمع غير المجتمع المسلم بعدين قال ويدخل في إطار المجتمع الجاهلي كل المجتمعات الموجودة على الأرض اليوم فعلا كلهم قال المجتمع جاهلي وقبل عرف لك المجتمع الجاهلي قال هو كل مجتمع غير المجتمع المسلم يبقى سيد غوطب يكفر الناس كلهم أشاء كده طالعوا ناس داعش تقال داعش دين طالعين من وين من الأخوان المسلمين دين داعش ناس داعش تابعين للحركة الإسلامية جناح سيد غوطب في إمتى كلامي لأنه داعش شيخهم سيد غوطب وسيد غوطب يكفر العالم دا كله وقال لا يقوم الدين إلا على رأس الجماجم والذبح والقتل قال الدين بيقوم كده شاكده ناس داعش سيجيبو لك واحد واحد مسلم تلقاه بيقول لا إله إلا الله وسني بس بيكون شغال في المرور فهمتها بيكون تابعين للحكومة بيجيبوه قدام الناس هذا المرتد الكافر والآن سيسبح ويقعوا يطبحوا لك الكلام دا أخدوه من وين أخدوه من سيد غوطب في إمتى سيد غوطب بيقول إن القرآن بتاعنا دا قال موسيغة قال عبارة عن موسيغة قال في سورة النازعات قال وهنا الموسيغة العسكرية والنازعات غرغة والناشطات نشطة والسابحات سبحة قال دي موسيغة عسكرية دي دي قولك في التمام هناك دا دا فهم سيد غوطب دا الفهم بتاع السيد غوطب كويس سيد غوطب يسيء لنبي الله سليمان كويس؟ أسأله في كتاب العدال الاجتماعي في الغرآن سيد غطب يكفر الصحابة معاوي ابن أبي سفيان وعمر بن العاص قال عندما يركن معاوية وصاحبه عمر بن العاص إلى الغش والنفاق وشراء الذمم لا يملك عثمان إلا أن يردخ لمطالبهما سيد غطب يطعم في عثمان بن عفان رضي الله عنه قال وخلافته كانت فجوة بين الخلافتين سيد غطب يزكي الخوارج الذين قتلوا عثمان بن عفان قال والثورة التي خرجت على عثمان كانت فورة من روح الإسلام فشوف ناغض شوف كلام واحد ما أخذ واحد لسيد غطب ده بنتهي منه تماما بس لو كفر الصحابة قال الصحابة ده الكفار وبيقول بها وحدة الوجود برضو يزاك الله خير يا خون بيقول إنه أي حاجة في الكون ده الله الكلام ده في تفسير الظلال في سورة قول هو الله أحد قال والناظر إلى الكون الآن يجد أن كل ما في الكون هو الله في تفسير سورة قول هو الله أحد يعني أي حاجة الله الشجرة ده الله الكتاب ده الله كويس إتة الله كله أي حاجة الله هنا ده كلام سيد غطب فشوف ناغض واحد بس ما أخذ واحد على سيد غطب بيخليك تخليه وإحنا أخونا دارين لك الخير وبنحب لك الخير سيد غطب عبارة عن خليط من الأفكار المخالفة للكتاب والسنة التكفير تلقى إن سيد غطب كفر العالم كله الصوفية إنه الله في كل مكان تلقى إن سيد غطب كويس تكفير الصحابة تلقى إن سيد غطب تتخليه وما تقرليه فإحنا ننصحك من هذا المنبر بما نعلم إنه تخلي صيد غطب وتخلي أخوان المسلمين ده طبعا تابع لجماعة الأخوان المسلمين وما تتبعنا نحنا ولا تتبع شيخنا ولا جماعتنا تمسك في الكتاب والسنة على فهم صحاب النبي صلى الله عليه وسلم ده اللي بنواصل بي نفسنا وإياك والفرصة مفتوحة للسؤال وأول أول مناغشة أول السفسارات فرصة مفتوحة السؤال ثاني الآن إن شاء الله نتوقف إلى هذا الحج جزاكم الله خير شكرا لكم